بتوجيه كريم من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية افتتح سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مركزية البحرين لتدريب المهني في الفلبين وذلك ضمن المساهمات الخيرية والإنسانية لمملكة البحرين للشعب الفلبيني بعد موجة الإعصار الذي ضرب الفلبين وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يشرفنا أن نتقدم إلى سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية بخالص الشكر والتقدير والعرفان على اللفتة الإنسانية الكريمة لمساعدة الشعب الفلبيني الصديق ومد يد العون وتقديم المساعدة للجميع انطلاقا من الروابط الإنسانية التي تجمع بين مختلف شعوب العالم وحرص جلالته على تخفيف معاناة ضحايا الإعصار في الفلبين وما مر به من ظروف إنسانية صعبة خلال هذه الكارثة التي أدت إلى تدمير العديد من البيوت والمنشآت وتلبية للداء الدولي في مساعدة ضحايا الإعصار في الفلبين وتأكيدا على العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة وتقديرا للدور الذي تقوم به الجالية الفلبينية ومساهماتها في عملية البناء والتنمية في مملكتنا الغالية مؤكدا سموه وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب الفلبيني الصديق في محنتهم الإنسانية الأليمة التي مروا بها مثمنا سموه الدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ومؤزرة صاحب السمو الملكي ولي العهد وأكد سموه أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه فقد تم بناء مركزين للتدريب المهني باسم مملكة البحرين في منطقتين تاكلوبان واسوبيك بي في الفلبين وذلك انطلاقا من حرص مملكة البحرين في تقديم النوعية المتميزة من المساعدات الإنسانية للمتضررين والمنكوبين والمساهمة بالمشاريع التنموية التي تسهم في بناء الإنساني وإعادة إعمار الأرض وتعود بالنفع على الجميع من جانبه تقدم سعادة دكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على هذه التوجيهات الكريمة والمبادرات الإنسانية في الوقوف إلى جانب الأصدقاء في الفلبين خلال محنتهم الأليمة التي مروا بها وقال سعادته تأتي هذه اللفتة الإنسانية الكريمة والمواقف النبيلة لجلالة الملك المفدى استمرارا لمسيرة العطاء والخير التي سنها جلالته في مساعدة الأشقاء والأصدقاء من الشعوب المنكوبة وبهذه المناسبة أعرب السيد ريتشارد جوردون عن عميق شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى ومواقف جلالته الإنسانية لدعم الشعب الفلبيني مثمنا مبادرات مملكة البحرين ومساهماتها في الوقوف إلى جانب الجمهورية الفلبينية في الظروف التي مرت بها مما يعزز علاقات الأخوة والصدقاء والتعاون بين البلدين في جميع المجالات معربا عن اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تربط بين البحرين والفلبين والحرص على تطويرها والنهوض بها في جميع الميادين وأشهد سيد جوردون بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وإدارته للعمل الخيري والإنساني الذي يقوم به سموه في قيادة العمل الخيري لتحقيق تطلعات جلالة العهل المفدى في مد يد العون والمساعدة لجميع الشعوب المنكوبة مثمنا الدور الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية في هذا المجل